أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تستهدف إعداد برنامج قوي لدعم وتنمية صادرات انطلاق من الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لملف الصناعة وتطوير منظومة الدعم المقدمة لأصادرات ومساندة المصدرين جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة أخر مستجدات ومقترحات برنامج رد الأعباء التصدرية الجديد هيث تم التوافق على أن المدى الزمنية للبرنامج الجديد يصل إلى ثلاث سنوات كما أن التكلفة التقديرية للبرنامج في عامه المالي الأول تتراوح من 28 إلى 30 مليار جنيه من المقرر أن يبدأ العمل بها اعتبار من الأول من يوليو المقبل